من سيد لجيرالدو وعايز أقف مع جيرالدو يا سيد علشان فيه تصريح ليك بتكلم على القيد الإفريقي انت ليه طلعت التصريح ده لا أولا فيه سؤال بعد التملين أو فيه أحد من نزل أنه هو برى القايمة الأفريقية وده مش صحيح وفي القايمة الأفريقية من دمن الستة وعشرين طب فأنت بتأكد بس طبعا من دمن الستة وعشرين والسبرينت لا أنت معقبش على السبرينت جالي شد فيه غال أولا جالي فعلا إيه تاني اللي جوال حسيته أنها من أغلى الأهداف جل معلول في الجيش في طلع الجيش انت بتتكلم في الأمطار الأخيرة في الأمطار الأخيرة فيه ساعات بتبقى الحتة النفسية يعني لما كمان بين المباراة والمباراة ثلاث أيام بتبقى بتلاقي صعوبات شوية عشان تقدر تفصل مهم أو أني انت تكسب ودي اللي بيكلم عليها وفيه حاجة كمان في الأهلي هيلة جدا لما حد يقول لك ملحوظة مهما كنت ناجح ومهما كان درجة تمييزك ومهما كان البوزوشن بتاعك ومكانتك لما حد يقول لك ملحوظة واحد تاني يأكدها أو يقولها لك بنفس الطريقة اللي قالها لك الأول وتأكدت مرة تلتة لازم تراجع نفسك ما تبقاش أنت متكبر فيها خالص